سباح الهنة والخير على حضراتكم بداية الأسبوع عشر الصبح في الأهلي والنهاردة يوم مش زي أي يوم النهاردة يوم بطولة علينا جميعا يا رب ان شاء الله الأهلي ينولها ونقول يوم 11 11 يا أهلي سباح الفل على حضراتكم كريم سباح الهنة سباح الفل عليك يا نهواندو وارجع اقولك من بقك لباب السماء وربنا ياسفع منك وان شاء الله نام النهاردة كلنا كأهلوية واحنا سعداء ومرضيين بالنجمة الحداشر مشوار طويل للنادي الأهلي مش بس في النوسخة دي من البطولة عموما للأهلي ليه تاريخ طويل وعريض وناصع البياض مع هذه البطولة بنتمنى ان شاء الله ان تكلل مجودات كل اللعيبة ودعوات كل الجماهير في كل مكان النهاردة ان شاء الله بالنجاح والتوفيق صباح الخيرات على كل حضراتكم طبعا نظرا للأهمية القصفة للقاء العودة ماتش النهاردة ان شاء الله المرتقى بالساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة فاحنا حبينا ان احنا نعمل الاتي اولا الفقرتين الحواريتين فتحناهم على بعض وان شاء الله سيكون عندنا لقاء مطول مع الأستاذ عبد الحكيم أبو عالم والأستاذ رامي رجب انه قادر يضيين وحديث مطول عن نهاي دوري ابطال افريقيا وتوقعاتهم مخاوفهم الطمينين من ايه الانين من ايه الى اخره بص امبرح انا بتريدت بقولك 11 النهاردة في الشهر وفي نفس الوقت ان شاء الله تكون البطولة 11 للنادي الأهلي لان ده المليان السوشيال ميديا به ناس كلها بتقولك يا رب يوم 11 تبقى البطولة 11 للنادي الأهلي دي الناس اللي هي بتحب يعني وبتشجع النادي الأهلي في ناس تانية بتتمنى انه اكيد العكس يحصل بس على كل حال احنا لا نلتفت مرة تانية خلينا نقول ان احنا بنركز نفسنا مناش دعوة مين نفسه ان الاهلي يكسب مين نفسه ان الاهلي يخسر كلام ده كله حتى الايام اللي فاتت شهدة العديد من الاحداث اللي كان عليها او البعض منها علامات استفهام بصراحة لكن في الاول في الاخر حنرجع نقول مرة تانية رديت او مرضتش عجبك الموضوع او ما عجبكش الاهلي بيمثل مصر في البطولة اللي احنا فيها دي الاهلي بيمثل مصر الناس كتيرة جدا بالمناسبة حتى اللي مش بتشجع النادي الأهلي يا كريم بتتكلم بهذا المنطق وعندها منطقية حتى في تشجعها وناس تانية ما عندهاش منطقية فعلى كل حال مش هنتكلم عن ده لان مش موضوعنا لكن احنا بنتمنى كأهلوية ان شاء الله النهاردة النجمة 11 بطولة 11 ان هي تكون لصالح النادي الأهلي ويتم تحقيقها وان احنا يا كريم انا وانت بقى هتكلم عننا تحديدا نشهد التاريخ اللي بيكتب ده والبطولات اللي بتكتب مع النادي الأهلي خلي بالك احنا من ساعة منضمينا القناة النادي الأهلي الحمد لله دولتي بنقفل 3 سنين شهر 7 الجاي الحمد لله يعني شوف كم بطولة النادي الأهلي حصل عليها فاحنا سعداء ان احنا جزء من هذا التاريخ شيء يسعدنا جدا ونتمنى وشنا يبقى حلو كم من البطولات طبعا هتبقى مباراة قوية كريم جدا هيبقى فيه تنافسية شديدة جدا الوداد متوقعين ان هو حيبذل اقصى ما عنده ده بالتصريحات المختلفة من قبل يعني الجهاز الفني او اللعيبة هناك في فريق الوداد احنا متوقعين ده عادي جدا ناس كتير بتتحدث ان نقطة القوة للوداد ان هو وسط ارضهم مع جماهرهم احنا بنشوف ان لو حتى ده كان بالمنطق نقطة قوة لكن احنا كنادي اهلي بنشوف ان ده كمان نقطة قوة لنا بالمناسبة احنا بنشوف النادي الاهلي على ارض المنافس وسط جماهير المنافس حاجة تانية تماما فاحنا واثقين ان النقطة دي مش هتكون علينا بالعكس النقطة دي ممكن تكون لنا جدا نتمنى التوفيق وحتى لو انتهى بالتعادل حتى يا كريم لو 0011 بغض النظر اعتقد البطولة كده هتكون محسومة للنادي الاهلي بس عايزين يشوف المباراة في الاول في الاخر اكيد قوية